موسيقى أقيم حفل تخرج الدفعة الأولى من مبادرة معدتك شركتك وذلك بمركز التدريب الإنتاجية على حرف التشييد والبناء بالمنطقة الصناعية بسادس من أكتوبر هذا وقد تم تخرج 25 متدربا من قرى ومراكز حياة كريمة لقيادة وتشغيل اللوادر وصيانتها وإصلاحها بشكل عام ذلك بتعاون مع مؤسسة حياة كريمة والقطاع الخاص موسيقى هنا في مركز التدريب على المعدات الصقيلة في مدينة 6 أكتوبر نظمت مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع مبادرة إبدأ الوطنية لتطوير الصناعة المصرية وشركة بيكو للمعدات الصقيلة حفل تخرج لدفع الأولى من مبادرة معدتك شركتك واللي تخرج منها 25 متدرب من قرى ومراكز حياة كريمة بعد أن تم تدريبهم على قيادة وصيانة المعدات الصقيلة بنجني صمرة الخمس أسابيع اللي فاتوا كلهم من التدريب من مبادرة معدتك شركتك الدورة زي ما كانت متقسمة كده 25 فرد في 15 فرد تم التدريب بتاعهم على تشغيل اللوادر والعشر أفراد الثانيين اتضربوا على الصيانة في الآخر نخرج كخرجين بكواليتي عالية يقدروا إن شاء الله يلبوا احتياجات سوء العمل وإن شاء الله بنحاول نغفر لهم فرص عمل من خلال شركات المأولات اللي بيتخرجوا من السيانة بيكون معا شهادة ونديلوا إحنا الأدوات اللي بيحتاجها عشان يتنم عملية السيانة 25 متدرب اتغير شكل حياتهم ومستقبلهم 180 درجة بعد ما استلموا شهادات التخرج من المبادرة وكمان في منهم اللي استلم معدة وهيشتغل في صيانة المعدات الصقيلة وفي منهم اللي استلم رخصة وهيشتغل في قيادة اللوادر والمعدات الصقيلة اهتموا بنا جامد وأنا شخصيا بشكرهم جدا لأننا لم كنتش متوقع كده اهتمام زيادة عن اللزوم وخدمة كويسة أجمل اليوم لأننا اهتمد على حاجة جديدة أننا سيبقى معها رخصة سهل شغل في موقع كثير تشرفت بردك بالناس وزمالة اللي قابلونا هنا إن شاء الله هطلع بتحوارشا في سيانة اللوادر وإن شاء الله هكمل باشكر مؤسسة حالة كريمة وشركة بيكو ومؤسسة إبدأ اللي هم وقفوا معنا ودينا اهتمام المبادرة كان هدفها الأول هو مساعدة الأفراد من الفئات المستهدفة الأكثر احتياجا من جميع قرى ومحافظات الجمهورية وده بالإضافة لتوفير التدريب التصقيفي والتوعوي والليساعد في تحقيق التمكين الاقتصادي للمتدربين ترجمة نانسي قنقر